تؤكد مشاركات ولقاءات جلالة الملك المعظم في مختلف دول العالم ومختلف المحافل على نهج مملكة البحرين الداعي للسلام والتعايش السلمي وحل النزاعات بالطرق السلمية من أجل مصلحة الإنسان ومملكة البحرين وخلال أسبوع واحد تواجد جلالتها يده الله في ثلاث قارات ناقلا رسالة المملكة إلى العالم مؤكدا على النهج البحريني المبني على إرث عريق وأسس ثابتة تجاه مختلف القضايا حاملا بيده قيم السلام والتعايش مؤكدا على سياسة ودبلوماسية البحرين الفعالة والملتزمة تجاه مختلف القضايا مؤيدا لكل ما فيه مصلحة الإنسان ومصلحة مملكة البحرين بهذه المبادئ السامية قاد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه جهودا دبلوماسية رفيعة خلال أسبوع واحد تواجد فيه أيده الله في ثلاث قارات من أجل نقل رسالة المملكة إلى العالم ومن المملكة المتحدة بدأ جلالته حفظه الله ورعاه جولته والتقى خلالها صاحب الجلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا حيث جرى استعراض علاقات الشراكة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات كما أجرى جلالته مباحثات مع كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية تناول التطورات الأحداث في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بما فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعمل على وقف التصعيد العسكري وأولوية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وفتح ممرات أمنة تضمن وصول المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية إليهم بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل بعدها توجه جلالته أيده الله إلى جمهورية إيطاليا والفاتيكان توثيقا للروابط التاريخية مع الفاتيكان بما يسهم في ترسيخ مفاهيم المحبة والوئام والسلام وتعزيز السلام والاستقرار العالمي والتي أعرب فيها قداسة البابا فرانسيس عن شكره وتقديره لجلالته على جهوده الخيرة ومبادراته الإنسانية النبيلة من أجل خير شعوب العالم كافة وعلى استضافة وتنظيم مملكة البحرين لمؤتمرات العالمية الهدفة إلى تعزيز الحوار والاحترام المتبادل والتسامح والحرية الدينية وفي إيطاليا التقى جلالته حفظه الله ورعاه بفخامة الرئيس الإيطالي حيث استعرضا تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأكد أيده الله على نهج مملكة البحرين الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام الذي يتحقق من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وصولا لحل الدولتين وفق ودرة السلام العربية وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وأصمتها القدس الشرقية وهو ما حرص جلالته على تأكيده أيضا لدى لقائه معالي رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية وإلى المملكة العربية السعودية حيث ترأس جلالته حفظه الله ورعاه وفدى مملكة البحرين في القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان والتي أكد جلالته فيها خلال كلمته على ضرورة وقف كافة الصراعات التي تهدد الأمن الإنساني وتطور الحضاري وستبقى قضية فلسطين أولوية كبرى لدى مملكة البحرين داعيا إلى سرعة احتواء التصعيد القائم في قطاع غزة والتشديد على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة والابتعاد عن سياسة التهجير شاكرا ومقدرا للمملكة العربية السعودية الشقيقة لجهودها المخلصة في دعم العمل الجماعي كما شارك حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه في أعمال قمة القاهرة للسلام لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية حيث أكد فيها أيده الله موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين من منطلق إدراك المملكة الراسخ بأن حل الدولتين ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنبا إلى جنب في أمان وسلام ووئام وهو أساس الاستقرار في الشرق الأوسط وفي الإمارات التقى حفظه الله ورعاه بأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأخيه سمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حيث جرى استعراض أواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والرصيخة وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات وتطورات الإقليمية والدولية نهج بحريني مبني على إرث عريق وأسس ثابتة تجاه مختلف القضايا جسدها جلالة الملك المعظم بحكمته وحنكته في جولاته وزياراته ليؤكد أن المملكة أرض للسلام والوئام